وقف على توفيه الله سبحانه وتعالى ثم الاسبابة الفنية والتركيز والانتزام والشغل الفني ومين في الملعب الأجدر ومين اللي عنده قدرات يهملك فالتلات أسوان والداخلية والنصر للتعديل برضو لسه موقفهم مش واضع أنا أعتقد هي بقى لحد أخر مباراة محمد لحد أخر مباراة إنما فرصة الشرقية بعد الهزيمة متاعة مبارح بقى الأمر صعب جدا بقى الأمر صعب جدا طيب كابتن كنا بنتكلم على يعني خلاص الأمور بقت صعبة بالنسبة لبعض الفرق وأيضا فيه فرصة لحد ما لفرق أخرى يعني إحنا بنتكلم على أهل طبعا بطل الدوري خلاص والنهاردة طبعا طبعا نباريك له يمكن الاستلام الرسمي للدرع الدوري من خلال اتحاد الكورة يعني احتفاله بالنادي الأهلي النهاردة موجود فيه ترتبات خاصة لاستلام الدرع هيكون موجود في ملعب بيترو سبورت دي حاجة مميزة جدا طبعا قدامنا لطبيس النادي الأهلي بيتاجه لملعب المباراة يمكن كابتن ربيع المنافسة دلوقتي ما بعد الأهلي ومصر مقصر بعد محاسمة المركز الثاني في المركز الثالث والرابع وده موجود طبعا ما بين الزمالك واسموحة والمصري بروسعيد هو الزمالك بستين محمد وبعدين مصري سبع وخمسين سموحة وخمسين اعتقد ان المركز الثالث ما بين الزمالك والمصري بلك الزمالك بدأ يستعيد عفيته على المدارب الجديد الحالة الفنية احسن بكتير من الماضي حق نتائج بيكسب ماتشاط فترة اخيرة بدون مقاطعها كنتم بس عشان الجدول المعيه برضو النص التعدين ست ستة عشر في مركز خمستاشر الداخلية في المركز الستاشر بخمسة وعشرين نقطة ثم اسوان في المركز السبعتاشر خمسة وعشرين نقطة والشرقية في المركز اخير في المركز الثمانتاشر برصيد اثنين وعشرين زي ما قلنا تمام تمام الامور كلها صعب يعني كلها قريبة من بعض فاخر ماتشين هيحسنه من اللي يكسبها من اللي ياخد ان شاء الله تعبنا تماني التوفير للجميع فزمالك نتائجه واحسن افضل بكتير من الماضي انسجام طبعا تفاقم وتغيير المدربين وتغيير الشكل الفني اثر على المصري عنده فرقة عندها ثبات في المستوى عندها ثبات في شخصية فرقة عندها فنيات عندها حسام عمل استقرار حالة كويسة جدا فيه انسجام فيه ترابط كويس جدا فيه حالة فنية رائعة عندنادي المصري فممكن انا برضو اعتقد ان ماتش المصري مع الزمالك تقريبا مش عارف ماتش قبل زمالك قبل مصر ولا لكن برضو الماتشين اللي جئين هم اللي يحسنوا فالزمالك والمصري برضو لحد اخر ماتشين ممكن يبقى المركز الثالث متعلق يعني انسا باقي ماتشين وده ستين وده سعب وخمسين مش عارب بعد يعني في فاري ثلاث نقاط فمتعرفش باقي سبعين برضو المركز الثالث هيتحسن بعد الماتشين يا محمد ماتدرش بتقولت الوقت اللي ان الزمالك قريب من المصر المصر ماشي كويس جدا وزمالك بدأ ايه بقى حالة الفنية احسن بكتير من المعضل فالاتنين قريبين من بعض مفيش فاري قبيرة جدا الفاري ماتش ولسه باقي ماتشين برضو عنده خلي بالك المصر يقابل الاهلي وخلي بالك والزمالك يقابل الاهلي فكل الامور دي انا من وجهة نظري بالنسبة لهبوط بالنسبة لمركز الثالث بعد الاهلي والمقصة هيبقوا برضو لحد اخر مباراة محمد هيتحسهم باخر مباراة في الجدول الدوري صحي يا كبت يا كبت ممكن كلام كتير احنا اتكلمناه بقى على مباراة الوداد ولكن لازم برضو نتعلم الاخطاء كبتين يعني الوداء اكيد موجود النهاردة كبت حسين بدري وقايمته يعني كبت حسين بيدي الفرصة لبعض اللعبين ويرايح بعض اللعبين وده حصل قبل مباراة ايضا الوداد كان نفس الوضع كبت حسين رايح بعض اللعبين وابتدى اللعبين اللي هم رايحهم لعب بيهم كتشكيل هل كبت حسين نهاردة بيماشي بنفس الشكل أنا شايف ان عبدالله سعيد كان تعبان او في الماتش اللي فات كان عنده حالة اجهات شديدة الناس حجمته ولكن ده وضع طبيعي ده رجل بيلعب من اول موسم كلنا بنقول عليه احسن لعب في مصر ما يفعلش نجي حجمه عشان ماتش واحد بص الحمد الماتش اللي فات خلينا واقعي ان الشوط التاني بالذات وحنا قلنا الكلام ده هنا اللي كان فيه اخطاء فرده النادي الزمالي النادي الاهلي ما كانش عنده الجانب الهجوم ما كانش مهودة محمد احنا لعبنا الشوط الاول دفاع الشوط التكال نجم يحصل تغييرات فنية في تطوير الاداية الهجوم عشان اوصل وروح به وقلنا ان النادي الاهلي خلال التسعين ديها تلات مرات منها مرة ندفت اختارها اللي هي بالعرض من احمد فتح ندفت اللي ضيحها انما المجمل العام الفني فيه جماع منه مدير الفني ومن اللايبة ومنه الجمهور ومنه قادر ان الاهلي ما كانش يومه يعني الاهلي بعيد فنيا خلينا واقعي وده حالة ايه المشكلة حالة من مستحالات او الهزيمة على المستوى الافريقي الدولي لنادي الاهلي انما المحال بفضل الله تعالى فحالة من الاداء الغير مقرأ كان موجود خلاص شكرا